أستاذ أحمد مصر في شهر كان لها أنشطة كثيرة لكن في ناس بتقول إن المتحدة كانت مفتاح لقضايا وانتصارات وبهجة كثيرة في هذا الشهر إيه بقى؟ طيب هناك كتير قوي تكلمنا وجلدنا ذاتنا كتير جداً وقلنا ما عندناش إعلام وما عندناش دور ثقافي ومبتعدين عن الساحة وصيبين الساحة أتصور إن إحنا النهاردة لازم نكون فخورين أول مصر الفخرة اللي وإحنا بنتكلم عن شهر رمضان المعظم إحنا شفنا مصر قرآن كريم محطة تلفزيونية استطاعت إن هي تخلي أي مواطن مصري بسيط قادر على إتمام قراءة القرآن الاستماع إلى الصوت المصري الأصيل في ترتيل القرآن قدمت خدمة مميزة في هذا الإطار تبعد المصريين عن محاولات كثيرة لتغيبهم عن هذا الأصل المصري في فهم الدين الإسلامي وفي قراءة القرآن الكريم لو بنتكلم على الأخبار يمكن إحنا عندنا قناتين الفترة الأخيرة أثبتوا إن هم الأقدر بالتواجد على الساحة القناة الأقدم الإكسترانيوز والقناة الأحدث القاهرة الإخبارية يدير قطاع الأخبار في المتحدة بالطبع الزميل عزيزي الأستاذ أحمد طهري وهنا لازم نقف ونتفهم إزاي إن إحنا قدرنا نواجه ونجابه ونثبت تشكيكات كثيرة اتهامات كثيرة وبيغيب كثير عن الناس إن دي تجربة وليدة يعني اللي كانوا بيكلموا عن القاهرة الإخبارية مع الوقت إحنا شفنا تفاعل مهني احترافي بلثان مصري أصيل بيتحدث عن الرؤية المصرية للأحداث دون محاولة اللعب على إيديولوجيات أو اللعب لمصالح معينة أو اللعب لأطراف لعبين آخرين في المنطقة الرؤية الوطنية المصرية البصيرة بذلك ويمكن ده ثبت في الأزمة الأخيرة في أحداث السودان الشقيق وشفنا التناول الإخباري والتحليلي للقناتين جذب قطاعات كثيرة من المصريين وده نعكس على موقع التواصل الاجتماعي وابتدى رد الفعل الإيجابي على أن القناتين باتوا ترندات بالطبع للمشاهدة وبات كثير من المصريين حريصين على متابعتهم لأنهم يسقوا فيما يتم بثوا عليهم من محتوى إخباري يعبر عن الرؤية الوطنية المصرية لما بنوصل للدراما وده الشغل الأكبر للمصريين بس إحنا بنتكلم عن نجاحات المتحدة يعني بتقدري تقولي أن هي أرضة كل الأزواق المصرية الأصيلة بدءا من الدراما الوطنية شفنا الكتيبة 101 وشفنا حرب وشفنا في النموذجين تناول ضخيط جدا للأحداث شفنا الدراما الكوميدية وشفنا في الإطار ده مسلسل الكبير شفنا مجموعة من الدرامات الاجتماعية اللي بتعالج الكثير من القضايا الاجتماعية الشائكة في المجتمع المصري خلص فضيلي دقيقة عايزة من حضرتك تعليق على فطار السيد الرئيس مع أبناء الشهداء في دقيقة واحدة ختم المشهد في كل شهر فضيل هذه العادة التي اعتاد فخمة رئيس حفتاح السيسي على إقاماتها وهي اللقاء بأسر الشهداء والأطفال في هذا اليوم لأنه يدرب كثيرا أنه يحاول أن يعود هؤلاء الأطفال عن من فقدوه فقدان الأب حاجة مهمة جدا يمكن سيادته شو المعنوية كانت حريصة على عرض فيلم العادية وإزاي التطور اللي بيحصل الفيلم ده كان مهم جدا أنه في رمزية علاقة الأب بالإبن وفي رمزية أن اختفاء الأب لا يمنع التكافل مع هذا الإبن ومناسبة بتثبت فيها الدولة المصرية الوفاء وبرضو القدرة على صناعة الفرحة من الحزن نصنع البهجة من الحزن نصنع البهجة كل ما هاخدها من حضرتك هاختم بيها حلقتي الأستاذ أحمد ناجي قامها الكاتب والصحفي حضرتك نورتنا المصريين من الحزن يصنعوا البهجة بمنتهى التحدي بمنتهى السبات